السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكوا شباب ما عملين ايه؟ بالنسبة للسؤال التالس عندنا في الشيط فهو بيتكلم على هولو شافت هولو او هولو ايرن سيلندر يعني هولو سيلندر يعني معناها استوانة مجوفة استوانة مفيش فيها يعني فيها فراغ كوه دوت كده هوا اللي موجود هنا هوا انما هنا ده كده المعدن عندنا المعدن موجود في كل حتة هنا فاحنا من الرسمة هوا فيها عندنا نص قطر خارجي اللي هو ار اتنين وفيها عندنا نص قطر داخلي اللي هو ار واحد الفرق ما بين النص القطر الداخلي والنص القطر الخارجي هو السمك بتاع الاستوانة السمك بتاع الاستوانة اللي هو دوت شايفيني السمك بتاع الاستوانة اللي هو المسافة ديت أو المسافة دية يعني المسافة اللي بتعبر عن السمك بتاع الستغانة دية من الرسمة واضح ان هي بتساوي نص القطر الخارجي نقص نص القطر الداخلي زي ما صوي وضحنا في الفيديو الاولان هو مدي لك ان السمكawan بيس او 10 مل ميمتر يعني اللي هو مديها لك دية هو اكينو بيقولك ان نص القطر الخارجي نقص نصر الكتر الداخلي بيساوي 10 مليمتر Is to carry a compressive load القوة بتاعته 100 كيلو نيوتن طبعا احنا ما بنشتغلش بال100 كيلو نيوتن احنا هنحولها على طول لمئة ألف نيوتن تمام بعد كده هو عايز ايه هو عايز الديامتر واضح ان هو طاله ما عايز بعد البعد ده ما بيجيش غير بايه بمعرفة المساحة يعني البعد اللي هو الكتر مش هيجي غير بمعرفة المساحة فعشان كده يعني اما يقولك اي حاجة في الامتحان عن بعد يبقى هو انت المفروض هتجيب المساحة الاول وبعد كده تجيب البعد عن طريق المساحة تمام فدوت عشان بس طريق التفكير وبعد كده عندنا If the working stress in compression is 80 نيوتن على المليمتر مربع اتفاعل ان النيوتن على المليمتر مربع هو ده الميجا بسكال وده اللي احنا بنشتغل بيه عندنا في مادة الماتيريال في مادة على عناصر الاساسية للساكل حديد او الماتيريال بنستخدم فيها الميجا بسكال 80 ميجا بسكال يبقى احنا عندنا هنرجع للقانون الاصلي القانون الاصلي بيقول ايه بيقول ان الاسترس اللي هو رمزه سيجما بيساوي ايه بيساوي الفورس على الاريا طب عندنا الاسترس ده بكان بتمانين تمانين نيوتن على المليمتر مربع هنحط التمانين اهو التمانين حطناه طب والفورس 100 ألف طب والمساحة مش عارفينها هنجيبها عن طريق المعادلة دي المعادلة دي بتقول ايه بتقول ان التمانين بتساوي 100 ألف على المساحة بصوا عشان فيه نقضي ناس كتير قوي ما كماش عارفين ازاي نحول المعادلة دي عشان نعرف ان احنا ايه نجيب الناتج بتاعها قالك انت عشان تحولها هتودي المساحة هناك يبقى توديها تبقى مضروبة فوق المساحة هتبقى فوق وتجيب التمانين دي لما توديها الناحية التانية توديها تحت يبقى هي هي يعني معناها ان المساحة الاريا هيت جات فوق الاريا جات فوق هيت الناحية التانية والتمانين جات تحت الناحية التانية هيت والمئة ألف ترنتها زي ما هيت ما ضغيرتلي في حاجة يعني 100 ألف على التمانين تديلك 1250 مليمتر سكوير طيب عندنا المساحة المساحة هنقولنا ايه انا كده جبنا المساحة المساحة ديت اللي احنا قلنا ان هي عبارة عن مساحة الدايرة الكبيرة ناقص مساحة الدايرة الصغيرة اللي هي باي R2 سكويرد مينوس R1 سكويرد وخلوا بالكم الكلام ده لا يساوي انا بأكد اقول ان الغلطة دي دايما بتقلطه فيها يعني كتير قوي بيقلطه فيها في الامتحانات ان هي يقول لك باي R2 مينوس R1 سمك اللي استوانا سمك اللي استوانا اتفقنا ان هو ايه R2 مينوس R1 السمك اللي هو دا وقت R2 مينوس R1 اللي هو من دولة الجبن بعشرة مليميتر يبقى تشيل الرقم ده خالص R2 مينوس R1 وتحط مكانها عشرة وR2 بلس R1 هتسيبها زي ما هي يبقى انت في الحالة دي عندك المساحة انت لسه تجايبها من فوق بألف ميتين وخمسين هتحطها تحت هي 1250 هتساوي البي اهي حطناها زي ما هي R2 مينوس R1 شلناها وحطناها العشرة اللي هو السمك بتاع الاستوانا R2 بلس R1 هنسيبها زي ما هي يبقى في الحالة دي لو عايزين تجيب R2 بلس R1 هتعمل ايه عادي هتودي دي هناك تحت والعشرة دي تحت برضو وتسيب R2 زي R1 في نفس مكان يبقى R2 زي R1 بتساوي 1250 هيت على اللي هي نجيب البي تحت والعشرة تحت برضو يبقى باي في العشرة الكلام ده لو حطيته عالكالويتو 1250 على البي في العشرة هيديك 39 مليمتر طيب انت عندك كده R2 بلس R1 طب فيه ايه تاني عندك قالك انت عندك برضو R2 مينوس R1 اللي هي سمك الاستوانا بلس مليمتر تجرب كده تجمع الطرف اليمين مع بعضه والطرف الشمال مع بعضه يعني ايه يعني المعددية المفروض ان ده مساوي للكلام ده ودوت مساوي للكلام ده يبقى لما تجمع الاتنين دول على بعض هيساوي لما تجمع الاتنين دول على بعض صح كده يبقى R2 R2 بلس R1 اللي هي دي زائد R2 NOS R1 اللي هي دي بتساوي ال39 اللي هي دي 29.789 زائد زائد العشرة اللي هي دي لو جمعت ال39 789 زائد العشرة هيدك 49.789 طيب هتلاقي ان المعالة دي ممكن نقتصرها شايف الR1 ديت دي بالسالب والR1 ديت بالموجب ممكن الاتنين يضيعوا مع بعض طب هنا R2 هتجمع عليها R2 يبقى يديك ايه يديك اتنين R2 اتنين R2 هيساوي كام هيساوي 49.789 مليميتة دوت هو ايه ده القطر ده اللي هو عايزه اصلا يبقى انت كده خلصت المسألة الباقي بقى لو انت مسلا عايز نص القطر نص القطر عبارة عن R2 بس مش اتنين R2 الR ديت هي نص القطر فانت لو جبت اتنين منها يبقى انت طب لو انت عايز تجيب R1 اللي هي نص القطر الداخلي الداخلي بتاع اللي ستوانة اللي ستوانة كده عايز تجيب R1 انت جبت R2 وعارف الصمك ده ب10 وعندك R2 ب24.89 عوض في المعادلة R2 minus R1 بتساوي الصمك اللي هي 10 مليميتة 24.89 minus R1 بتساوي 10 تودي ده هناك بالموجب بما انه بالسالب بما انه ليه اشارة سالبة هنا هتودي هناك بالموجب والعشرة دي هتودي هناك بس بالسالب تمام علشان هي اصلا لها اشارة موجب يبقى R1 هتساوي 24.89 بنقص العشرة بتساوي 14.89 وده كده كان المسألة التالتة عندنا في الشيط ترجمة نانسي قنقر